بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان مصدر الخير والجمال والنور والهدى والبركة والرحمة للعالمين اللي يقرأ القرآن الكريم وسنة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجد إن بعض المعجزات اللي حصلت لبعض الأنبياء حدثت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن بطريقة أعجب وأعظم في القرآن الكريم ضربات بسببها نبع الماء من الأرض الضربة الأولى ضربة سيدنا أيوب عليه السلام برجله الأرض قال الله أرقض برجلك فنبع الماء فقال الله هذا مغتسل بارد وشراب فشرب منه سيدنا أيوب واغتسل منه فذهب عنه الضر بأمر الله وإرادته الضربة الثانية ضربة سيدنا موسى عليه السلام الحجر بعصاه فانفجرت منه اثنة عشرة عينا قال الله وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنة عشرة عينا الضربة الثالثة وردت في السنة النبوية المباركة في قصة أمنا هاجر عليها السلام وسيدنا إسماعيل عليه السلام لما ضرب سيدنا جبريل عليه السلام الأرض بعقبه أو بجناحه فنبع ماء زمزم هذه المعجزة وهي نبع الماء حدثت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن بطريقة أعجب وأعظم نبع الماء من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم نبع في أوقات الضيق والشدة وكان ذلك سببا في إنقاذ المؤمنين من الهلاك عطشا تكرر ذلك عدة مرات وفي مناسبات مختلفة ونقل ذلك الصحابة إلينا نقلا واضحا بينا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وصدق الله إذ يقول وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ